ساعات طويلة يمضيها السوري محي الدين قاسم منكبا على أدواته ينقل إرثا شعبيا عالقا في رأسه يستجمع تفاصيل هجرها منذ أربع سنوات ويلملم حنينه إليها في مشغله البسيط قررت أني أعمل هاي الورشة بقدر المستطاع أنا عملته أورشي شغلت وقتي ما صدق أنت إجي أقعد وراء طاولتي بشان أقعد أشتغل فيها بشان إنجز هاي الحارة يلي أنا أحلم أني أرجع له وأمشي فيه وأركض فيه في أزقة هذه الحارة الشامية ترعرع قاسم تحت هذه الشرفة جلس طويلا استظل بظلال الزجاج المعشق كثيرا ورائحة اليسم تعبق بالمكان كان السكاكيني يقف هناك فيما ينتظر الحنطور حصانه سبيل الماء للعطش وهل من عطش أكبر للوطن لحوار دمشق القديمة تفاصيل لا تغيب عن أبنائها اكتمل المجسم إذن بعد أربعة أشهر من العمل الدؤوب إنها الحارة الساكنة فيه هي من زاكرت مشتاء يلي بدأ يشوف الشام بعيونه بدأ يتعب كثير ليشوف حارة من حاراتها أنا دائما بسأل حالي أنه انتقلت الشام بعيونك طيب خبيتها بزاكرتك وجواتك وشوءك وحنينك طيب طالحها من زاكرتك وخلي حواسك تجسدها الآن أنا وقتا بشوفها معلقة على الحيط بحس حالي بدي أطلع عليها وأمشي وأركض فيها الشوء دائما بيخليك قاعد من شوءي حبيت جيب حارة من حارات الشام مشان دائما بتكون هي مربع عيني لم يغلق قاسم باب حارته يطمح أن ينجز ما هو أكبر من إرث شامي إلى آثار أردنية وإلى ذلك الحين بانتظار أن يباع هذا المجسم لإكمال مشاريعه الفنية أبو حازم واحد من بين نحو مليون واربعمائة ألف لاجئ في الأردن لكنه ليس رقما كما يقول وهو يرى أن خلف كل لاجئ ما هو أكبر من رقم وأكثر من تعداده فهناك إنسان وإبداع غسان بولوز العربية عمان